في بعض الجلساء لما بنجلس معاهم بيخلونا نعيش في وسع مولانا سبحانه وتعالى من الجلساء اللي انت لما تجلس معاهم تحس بوصل الله سبحانه وتعالى وتحس بانك انت موصول بالله سبحانه وتعالى الجليس ان احنا نتكلم عنه النهاردة فجليس اللي بنكلم عنه النهاردة ده يجعلك تحس بانك انت موصول بالله واقرب الى الله سبحانه وتعالى فهو طريق الأقرب إلى مولانا سبحانه وتعالى وبيخلي قلب الإنسان عفي ومصان وإنه ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلب ده في حالة من حالات العفية والقوة وما ينونوش لا جفاف ولا تحجر لا ده القلب يفضل كأنه صابح القلب كأنه حديث وعادم ربي فيبقى القلب مليان نور وبركة ومليان كمان قوة الجليس النهاردة ده بيخلي الإنسان هو تجلي من تجليات المؤمن القوي خير وأحبه عند الله من المؤمن الضعيف هتستغرب أنا بقولك كده لما تسمع الجليس بتاع النهاردة المؤمن القوي خير وأحبه عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير هنا بقى هيجي بقى الجليس اللي نحن بنكلمكم عنه النهاردة العبادة العجيبة اللي الناس دايماً بيشوفوها صفة و هي في الحقيقة عبادة عبادة اللين أن تكون لينا عبادة اللين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفها لينا و يبين لنا من الإنسان اللي ممكن يوصف و يستحق أنه و يكون لي لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل فالليل بيخلي الإنسان في حالة منعة في حالة حفظ في حالة أنه بيدخل في كهث حفظ الله و عناية الله فالليل اللي بنشوفه لما نتقابل مع الناس البسيطة اللي عشرتهم سهلة و اللي أخلاقهم مليانة ود فالتعاون معاهم و العلاقة معاهم و علاقة ودودة و اللي قلوبنا بتبقى مفتوحة و فرحانة و سعيدة لما تقابلوا القلوب دي لأننا بنحس معاهم أننا احنا في أمان بنحس معاهم أننا مش في تهديد بنحس معاهم أن الدنيا وصع فلما نحس أن الدنيا وصع بنحس أن كل واحد فينا مش محتاج يدوس على الرجل التاني عشان ياخد حاجة الناس اللي لما بتتكلم معاهم بتحس بأريحية من غير ما تحسب و من غير ما تحس أن حد هيوقفلك على الكلمة ولا حد هيوقفلك على الوحدة ما بتشيلش هم الكلمة قبل ما بتقولها لا حسن تتفهم غلط أو تتفهم بسوق نية الناس اللي مش بيقفوا لينا على الوحدة دولة اللي هم نيتهم صفية اللي بتتأكد في صحبتهم أن الدنيا لسه بخير و أن الدنيا جميلة و أن الدنيا فيها رحمة أو دولة الناس اللي بنسميهم أمان الله الناس دولة لما حد يقولك في أمان الله و كانوا بيقولك يا رب تقابل الناس اللي إينا دي تحس أن أنت في أمان ناس كتيرا بتظن أن اللين ده طبع و برضو فيه ناس كتيرا بتظن أن اللين ده إنما هي شيمة و صفة الناس الضعفاء يعني فيه ناس من طبعهم اللين و دولة بيبقوا غلابة و ضعفة و ما سكين و فيه ناس من طبعهم الشتدة و هم في الحقيقة الناس دي ده بيبقوا أقوية و مش بس بيبقوا أقوية ده بيبقوا أقوية و يستطيعوا في أي وقت إن هم يحسموا المواقف و ياخدوا حقهم لكن في الحقيقة اللين أوسع من كونه طبع أمان اللين إيه و ده اللي فهمنا إن اللين مش جاي لما الإنسان يكون فقط ما بيقدرش يحسم الأمر أو إن اللين دوت لما يعد الأمور من غير دراسة أو إن هو يتهاون إن اللين مش تهاون و اللين كذلك مش طبع أمان اللين إيه اللين عبادة يعني إيه اللين عبادة يعني اللين ده شيء بنستقبل بيواجه الله مش بنعمله بس عشان العلاقات تكون حسنة لا دالين ده هبة و نعمة ربنا جعلها في الحياة و من رزق هذه النعمة فهو عبد المولاه ترجمة نانسي قنقر